مضيق هرمز ذاك الممر المائي الذي بالكاد يلاحظ على الخريطة يمثل أحد زوايا الصراع الأمريكي الإيراني لكنها زاوية شديدة الحساسية فهي تمرر ما نسبته 40% من إجمالي النفط الخامي في العالم ولذلك ترسل القطع العسكرية قرب المضيق وتبعث الرسائل بتفجير ناقلات النفط إيران طالما لوحت بإغلاق المضيق حتى أعلن رئيس الأركان الإيرانية محمد باقري أنه في حال قررت بلاده إغلاق مضيق هرمز فسوف تفعل ذلك علنا وهي تملك من القوة العسكرية ما يكفي لإغلاقه بشكل كامل وعلني وعلى الملأ هذا التهديد المعتاد إن حدث فهو بنظر الجميع إعلان حرب غير أن تلك الحرب لو اندلعت فلن تهب على أحد كما العراق فبصرف النظر عن كون البلاد خندقا متقدما للصراع فإن 80% من النفط العراقي يصدر عبر المضيق وذلك كارثة بحد ذاتها تواجه البلاد في حال جد طارئ هناك وكالة فرانس بريس نقلت عن المتحدث باسم وزارة النفط عاسم جهاد قوله إن الحكومة تحاول البحث عن بدائل في حال أدى تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني إلى قطع طرق التصدير عبر مضيق هرمز مؤكدا غياب أي منفذ يعوض عن المنفذ الجنوبي كما أن البدائل محدودة جدا خبراء اقتصاديون حذروا من كارثة حقيقية ستضرب العراق إذا خسر عائدات النفط ولو ليوم واحد فالحكومة تعتمد بشكل شبه كامل على صادرات النفط مع انعدام أي موارد ثروة أخرى في ظل التصاعد الأزمات التي تعصف بالعراق وكالة بلومبرغ أكدت أن أي تهديد لناقلات النفط في المضيق يمكن أن يرفع أسعار النفط ما يساعد إيران على تعويض الإيرادات التي تخسرها جراء خفاض مبيعاتها بيد أن ردة الفعل الأمريكية قد تكون أقسى لسيما أن المضيق لم يغلق من قبل حتى إبان الحرب العراقية الإيرانية فهل سيغلق إذا اندلعت حرب أمريكية إيرانية؟